السلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من حوار الأسبوع في هذه الحلقة طبعا مع الاستجابة لكامل المقترحات والأراء والأسئلة التي طرحت من قبلكم لكن أسمح لنفسي بأن أضعها في قالب أعتقد أن الأحداث والتطورات التي نشهدها تستدعي وضعها كمقدمة أساسية تجيب على الكثير من الأسئلة ضمن لكنها تجملها في قالب يسمح بفهم التطورات التي نحن في قلبها الآن واستقراء واستشراف ما هو آت منها طبعا قبل أن أدخل إلى الشق المتصل بالمعركة الكبرى الدائرة الآن في المنطقة والتي كانت وسيبقى عنوانها فلسطين أتوقف أمام تطور هام يستحق المتابعة فقط لفتح العين ولفت الأنظار إليه وهو المشهد الأوكراني الذي يشهد في هذه الأيام تطورات كبيرة يشهد معارك ضارية وربما نكون أمام تحولات سريعة يعني لا نعرف متى تفاجئنا عندما نسمع ستولنبرغ عام حلف الناتو يتحدث عن ساعات فاصلة وأيام فاصلة ويتحدث عن الخوف من أيام سوداء قادمة وهو يقصد بالأيام السوداء التفوق الروسي عندما نسمع في البيانات الروسية نجاح متدحرج كل يوم خمس ست بلدات من مقاطعة خاركيف فهذا يجب أن يدعونا إلى الانتباه إلى أن وهذا يبدو الذي يفسر لماذا اجتمع الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقدرة قادر وبسحر ساحر رغم السنة الانتخابية أو الأشهر القليلة الانتخابية التنافسية بينهما لإقرار هذا الدفق المالي القانون اللي سميته أنا قانون وحدة الساحات يعني أن فلسطين وأوكرانيا وتايوان ثلاثة ساحات نزال تريد لها أمريكا الصمود حتى الانتخابات الرئاسية رغم اليأس من إمكانية بتحقيق انتصار فيها ورغم الخشية من انفجارها كحروب كبرى لا تريد أمريكا أن تتورط فيها لأنها تدرك عدم جاهزيتها للمنازلة وهذا الذي قالته على كل حال حالة التصرف الأمريكي مع الانسحاب من أمام إيران وردها الرادع والإمساك بيد إسرائيل لعدم القيام بأي رد عالد وتيرة يمكن أن يعني لأنه لما ترد على رد رادع يجب أن تطلع فوق منه حجما ونوعا وكما وحتى في المشهدية فأمسكتها لأنها لا تريد أن تتورط وأن تذهب إلى ما لا تستطيع السيطرة عليه وهذا هو نفسه الذي يجري في أوكرانيا أنه راح بلينكين قال له المصريات جايين وراح كمل السهرة بالنايت كلاب يعني وغنى وعزف غيتار وهذا وهذا دليل على أنه هذا اللي بتقدر تقدم أمريكا أمريكا لن ترسل جنديا ليقاتل قال له بوتين وهو محق في ما قال سيقاتلون حتى آخر أوكراني وهم في فلسطين سيقاتلون حتى آخر إسرائيلي وفي تايوان يعني بوجه الصين سيقاتلون حتى آخر تايواني وبالتالي هذا المشهد الذي نحن نراه يعني تعبير عن ما نستطيع القول أن ساحات العالم تتحرك وبقوة وبديناميكية أمام مشروع الهيمنة الأمريكي الذي فقد قوة دفاعته وبدأ يواجه صعودا جديدا لقوى لم يكن في حسابه أنها ستنمو بهذه السرعة روسيا الآن بعد 24 سنة من تولي الرئيس بوتين مقاليد القرار السياسي والاستراتيجي فيها هي الدولة الأولى في العالم على صعيد الأسلحة الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي العقوبات التي أريد لها أن تكون قاتلة بالنسبة بروسيا تؤدي إلى إفلاس المصارف وإلى انهيار سعر الليرة سعر الهوبل تحولت إلى فرصة بالنسبة لروسيا فانتقلت إلى مصاف الدولة الخامسة على مستوى الاقتصاد العالمي أزاحت ألمانيا من أمامها وهي الآن تنافس اليابان على المركز الرابع والثلاث الأول معروفين يعني صين أمريكا هند بهذا الترتيب الصين دولة أولى اقتصاديا بإجماع البنك الدولي وكل الهيئات المالية العالمية التي تراقب وتتابع نمو وتطور مكانة الدول في الاقتصاد الصين 30 تريليون دولار اقتصادة عام 23 أمريكا 25 يعني المسافة بينهما خلاص ما عد ممكن ردم الفجوة فيها والصين هي شريك تجاري أول لكل دول العالم بما فيها أمريكا وبما فيها الدول الأوروبية منفردة والاتحاد الأوروبي مجتمعا وبما فيها الدول العربية منفردة والجامعة العربية وبما فيها الدول الإسلامية منفردة ومنظمة المؤتمر الإسلامي يعني الموضوع انتهى على هذا المستوى فلما بيكون عسكريا حسن واقتصاديا حسن ديناميكية القدرة على الأداء السياسي الاستراتيجي في المنطقة المركزية من العالم وهذه هي الحقيقة أن بلادنا ومنطقتنا هم البلاد والمنطقة التأسيسية للإمبراطوريات يعني هاي البلاد اللي طلعت منها الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الإسلامية والإمبراطورية الباريسية سابقا وهي البلاد هي البلاد صانعت الإمبراطوريات وقاتلت الإمبراطوريات والسيطرة عليها هي التي تمسك القارات مع بعضها أوروبا وآسيا وأفريقيا وهي التي تربط شرق غرب يعني الشرق الأقصى بأوروبا سواء عبر البحار والمضائق البحرية التي صارت اليوم تحت سيطرة قوى المقاومة بتجربة أنصار الله ففي زمن جديد يولد مع كمان صعود محور مقاومة عمقه إيران وبما يسميه الإيرانيون الأمريكيون روح هجومية غير معتادة يعني في حساباتهم يعترفون فوجئوا بالطوفان كان جايك سوليفان كاتب مقال للفورين أفيرز بيقولوا الشرق الأوسط مستقر ونحن متفرغون لروسيا والصين وفق وصفة الرئيس بايدن نجحنا بالشرق الأوسط بعد عشرة أيام صار الطوفان تفاجأوا بالطوفان تفاجأوا بجبهة لبنان اعتبروا أنه التهديد الأمريكي كافي للردع تفاجأوا بجبهة اليمن وتفاجأوا بالرد الإيراني يعني وبالتالي بزمن المفاجآت بسبب العقم الفكري وليس فقط العجز العسكري وهذا اللي ما قادريني يستنجوا أنه هو عقم فكري ما علمش يعني خليهم ليفيقوا ما رح نعزب قلبنا معهم لننعهم فإذا بدنا نحط ما يجري في منطقتنا في هذا الإطار في هذا القالب الكبير لفهم العالم الجديد وما يتشكل فيه من معادلات جديدة ليست أمريكا صانعها الأول هي منفعلة فيها وليست فاعلة والآن هي مورد مالي وتسليحي وليست صانع لمعادلات القوة لأنها باتت تدرك وتدرك بعمق يعني أنها لا تملك جيشا قادرا على بذل الدماء وهذا مش صدفة يعني هم من زمان مدركين أشياء هم أصلا عندما ذهبوا إلى حرب غوسلابيا عم بحكي بال94 يعني قبل 30 سنة تماما بمرحلة الصعود بعد نهاية الحرب الباردة وكانت روسيا بعدها يعني بحالة تيه وضياع كانت الصين بعدها بزمن المانيفاكتورا يعني عم يشتغلوا تحت الدرج وبالأقبية مانيفاكتورات تشتغل تصنيع استهلاكي لم تكن الصين قد دخلت زمن التصنيع الثقيل إلا بعد العام 2000 و2005 وبالتالي يعني نحكي بال94 يعني السطوة الأمريكية بالعالم راحوا على حرب غوسلابيا وفق نظرية تقول أن الزمن الآن زمن الحرب الجوية وأنك تستطيع أن تربح الحرب من الأجواء وهذا اللي ورّتهم بحرب أفغانستان وحرب العراق بنظرية قالوها مش إنه عم نأولهم أو عم نستنتج نحنا من أداءهم ونبني نظرية لا طلع رامسفيلد وطلع وول وفيتس اللي عمل وزير دفاع بعد منه وقالوا كلام بنص صريح لم يعني نتحدث عن نصر بخسائر صفر الحرب بخسائر صفر افتحوا عليها على جوجل ولاقوا مئات النصوص المكتوبة عليها بل إن رامسفيلد وصلت به العنجهية والغطرصة والدعاء الغرور والزعم الفكري تفكر حاله وصار منظر استراتيجي كتب نص بيقول أنه أشطب كلاوزفيتس من كتب الاستراتيجيات العسكرية لأنه كلاوزفيتس هو صاحب نظرية لا تنتهي الحرب قبل أن تطأ أقدام الجنود الأرض فقال سنقدم لكم حروبا تنتهي دون أن تطأ أقدام الجنود الأرض لأنهم عارفين ما فين يدفعوا دم وأنه من يوم فيتنام خلص المجتمع الأمريكي معقم ضد إمكانية المشاركة في حروبه ولما يجوا على لبنان يعملوا اختبار بـ 83 عم بحكي مجرد ما حملوا التوابيد تبعتهم المرينز بالرحيل ذهبوا إلى حروب بأفغانستان وبالعراق بوهم أنها تحسن من الجو ولحثن إسرائيل أصلا إسرائيل حرب 2006 أول مرة بتاريخ الكيان يعين رئيس أركان قائل سلاح جو دان حالوتس بناء على هذه الفرضية فرضية أن الحرب تحسن دون أن تطأ أقدام الجنود الأرض ولذلك ظلوا مد ينائشوا أنه في لزوم لمعركة برية والله ممكن بدون معركة برية يعني ما كانوا ماخدين أرار الهجوم البري صنعوه بقلب الحرب وباء بالفشل طبعا والفشل الذريع للاعتبار ذاته اللي وقف موشي أرينز بمؤتمر هيرزاليا عام 2007 بنيسان هنوا عم ينائشوا ما سموه بالإخفاق الاستراتيجي في حرب لبنان الثانية كما يسمونها فقال لهم استمعت للكثير من الملاحظات وكثير منها وجيه منها مثلا أن الوجبات الساخنة لم تكن تصل في مواقيتها إلى الجبهة عظيم كويس لازم نحسن الأداء على الصعيد لكن سألنا حالنا شو كان فيه على الضفة الأخرى ألم تقل التقارير لنا أنه في بنت جبيل لثلاثة أسابيع كان هناك خمسة عشر مقاتل من حزب الله يعني يصمدون ويتربصون بنا دون طعام وهم يأكلون العشب وعندما دخلت طلائع كتائبنا كانوا لها بالمرصاد وتمكنوا من تدمير دباباتنا وقتل جنودنا يعني أنه هذا مهم الحكي نحسن الأداء اللوجيستي تبعنا وأن الجبهة الداخلية لم تكن مجهزة بالمكيفات كنتوا عم تشوفوا المشاهد اللي الناس عم تفقد بيوتا وعم تدمر بيوتا وعم تتهجر من مكان إلى مكان وتخرج صارخة أمام الإعلام في دا المقاومة وفي دا نصر الله نحن المشكلة ليست في أن نحسن أداءنا المشكلة في أننا هذا الكلام لموشي أرينز بتنا شعبا ودولة وجيشا نريد نصرا بلا دماء فهذا التحول الاستراتيجي الكبير الذي نتج عن العولمة وعن إنشاء ما سموه بإنسان القرن الواحدة وعشرين الباحث عن الرفاه والراكد وراء متع الحياة وغير المستعد للتضحية وزمن قالوا للبشر فيه سقطت العقائد سقطت الأوطان سقطت الهويات سقط زمن القضايا هذه الثقافة التي قامت عليها العولمة قضت على أي روح قتالية داخل الجيوش بل ذهبوا لتشكيل شركات تقاتل يعني كان بينزل رمز بالعراق بتروح شركات خاصة بترافه مش الجيش ومش المخابرات الدخيرة تؤمنها شركات خاصة نقلت من يد الجيش معامل وزارة الدفاع انتهت من زمان بأماركا بعدها موجودة بروسيا بس بأماركا انتهت وصارت شركات والشركات تصنع على عقود طويلة المدى بقياس الربحية لها السبب هلأ عنده المعاناة بقذائف 155 مليمتر بكل دول الغرب وقصخصوا الجيش وقصخصوا القتال وبالتالي الغرب يعاني مشكلة بنيوية في الحروب ولها السبب قال بايدن كلام صحيح انه لو بقينا عشرين سنة اخرى بافغانستان النصر لن يتحقق وبالتالي ستكون مزيد من الخسائر دون ان نغير شيئا في الواقع بهذا هاي الامريكا العاجزة عن الحروب وهذا اللي بالبعض مش قادر يفهمه وهي الاسرائيل العاجزة عن الحرب هذه هي النتائج التي فرضت عليهم عندما قرروا الإطاحة بالدولة السورية وقرروا شن حرب كونية على سوريا جندوا 110 دول لكن 110 دول بمين آتلوا؟ آتلوا بالقاعدة وبداعش وبالنصرة وفي الاخوان المسلمين وشوي بالجيش التركي لانه بعده ينتمي الى بيئة مختلفة عن البيئات الغربية وبالتالي الريهان هنا بأوكرانيا عم بيقاتلوا بالأوكرانيين يعني بيعدوا بيتمرجى الماكرون بيقول عم نفكر نبعث وحدات لهونيك بنكتوا عليه بالصحافة الفرنسية انه كنت آتل بمالي يعني اللي هي واحدة من علامات المهابة الفرنسية كان وجود جيشنا فيها وهلأ بتشاد وغيرها يعني أمريكا دولة مثل النيجر تطردها طردا وتحدد لها مهلة لإخلاء القواعد ولا تجرؤ أن تقاتل هذا التحول إذن نحن قدام مشهد دولي جديد لازم نرائب الذي يجري في جبهة أوكرانيا أوروبا مذعورة بالمناسبة لأن أوروبا خانت نفسها وباعت نفسها برقيص الأثمان لأن النخب الأوروبية الحاكمة صنعتها المخابرات الأمريكية هي ليست نخبا تمثل التاريخ الجمعي لمجتمعاتها ولا الوجدان السياسي والثقافي لهذه المجتمعات منوي أمانويل ماكرون هو اختراع حديث العهد يعني فقاعة تم توليدها بزمن التواصل الاجتماعي وقدمت للفرنسيين بحملة ممولة وجئ به رئيسا مين هو سوناك اللي جئ به رئيسا لحكومة بريطانيا مش بس مش منتخب يعني هو يعني سيجند هاند يعني صناعة جاي من محل تاني أنه هذا من أصول هندية يتنكر لأصوله ويريد أن يقدم أوراق اعتماده لللون الأبيض بأنه هو مدافع شريس عنه لدرجة أنه بيطلع بيقول بعد انتخاب جورج غالواي اللي أبن عن جد بريطاني أنه هذا خطر على بريطانيا يعني فهذه الدكورات الرسوم المتحركة يعني التي جرى تفويضها بشؤون الأوروبية حتى بألمانيا أنه أنت في دولة بالعالم تنفق خمس مليار يورو على نورث ستريم وبتروح بتفجروا بتدمروا بتكرمى لعيون أمريكا لأنه شو هي المصلحة الألمانية بحرب مع روسيا بدل ما تروح أوروبا على عادتها وتقاليدها التاريخية إلى المفاوضات أنه تقول طيب نحن الدخول الروسي إلى أوكرانيا هذا أمر أصلا لو نفذوا اتفاقيات منسك التي كانت ألمانيا وفرنسا مؤتمادات تاني عليها لما اضطرت روسيا للدخول إلى أوكرانيا لأنه هن كانوا جزء من الاستفزاز الأمريكي لروسيا بإفشال أي فرصة للتوصل لحل سياسي لأنه في رهان أنه حط روسيا أدم الجدار لتعمل الخطوة العسكرية منروع عليها بحزمة العقوبات القاتلة تنهار المصارف تنهار العملة وتفلس الدولة ويجوع الشعب ويخرج إلى الشوارع فيسقط النظام طيب ما زبط الفيلم مين طلع الخسران؟ أوروبا لأنه حرمت حالها من الطاقة الرخيصة ويعدي بل مور الطاقة آمن الآن من أين موارد الطاقة لأوروبا؟ هلأ البحر الأحمر واقف بكرة البحر المتوسط يمكن يسكر مين بيعود يجيكون نفط وغاز على أوروبا؟ يعني بحساب الأمن الاستراتيجي أول شيء بيفكر فيه الحاكم بلده كيف بده يمشي منشآته واقتصاده وصناعته وتدفئة الناس في زمن البرد القادم في شتاء قادم هذا كله ولا شيء أنه منجيب من أمريكا طيب ما أمريكا بيعدكن أربع أضعاف السعر أنت كدولي ما عندك مشكل لكن المصانع اللي عنده منافس في الأسواق راحت على أمريكا تركتك نقلت من ألمانيا إلى أمريكا والآن الاقتصاد الألماني يعني يفقد ويذبل ويضعف ويوهن وفرص العمل عم بتضيع وهذا وبالتالي هذه هي الصورة العالمية الجديدة خلينا نفهم هذا الشيء الآن محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا الوطني والقومي إنه هذا شعبوي هايك عم تعليق عليه هلأ البي بي سي والسي أن أن وإنه مش معروف كيف تم إطلاق النار عليه هاي المخابرات الأمريكية تحاول أن تصفي القيادات الوطنية والقومية الأوروبية التي ستقود صحوة أوروبية تقول لا نريد أن نبقى أسرى للزمن الأمريكي على حساب معيشة مواطنين نحن جيرتنا جغرافيتنا مثل ما عملوا بعض اللبنانيين ببلد في العداء لسوريا في مماطحة الجغرافية يعني أنه قلنا ملاحظات وقلنا مآخذ وفي أشياء مش عاجبتنا لكن في شيء أساسي وهك كان يقول الرئيس الحريري الله يرحمه أنه قدرنا هذه الجغرافية مع سوريا ولا حل لمشاكلنا الموجودة مع سوريا إلا بالحوار إلا بالتفاهم إلا بالبحث عن الحلول البينية هلأ عنا علانين بمشكلة نازحين طويلة عريضة وبيخطبوا بشيخوا بيطلعوا بينزلوا بس جوهر الموضوع شو هو هو أن لبنان أجبا بسياسيه من أن يدق باب سوريا للحوار لأنه بده يراضي أمريكا وبده يراضي دول الغرب ولول الغرب تريد تجويع سوريا لكن لا تريد تحمل تبعات التجويع تجويع بده يطلع نص الشعب نازحين فجمعوهم بلبنان لأنه لبنان هاي النقطة الواطي بتنزل عليها يعني المنطقة نقطة الماين هاي الطبيعي أنه علفوا بعض اللبنانيين بمكاسب ليصمتوا وبعض اللبنانيين اللي حقدوا عام عيونهم في العداء لسوريا وبعض اللبنانيين اللي حقدوا عام عيونهم في المواجهة مع حزب الله يحتاجون إلى الحضن الغربي اللي يطلقوا منه النار على سوريا وعلى حزب الله فسيسمتهم على حساب بلدهم في حدا بالعالم بيقبل أنه أمن لبنان بديلا عن الأمن الأوروبي أنه أوروبا تحمي أمنها بتعريض أمن لبنان للخطر هذا اللي صاير اللي صاير هيك والنخب الأوروبية عرضت أوروبا للخطر كرما لعيون أمريكا مش بالمصالح الأوروبية وبالتالي بدل ما تروح أوروبا تفتش عن صياغها المشتركة مع روسيا وتحط قضايا خلاف ما حدا عن بيقول أنه يعني مع روسيا روحوا بصموب لكن تحط قضايا الخلاف على الطاولة بلغة الاستقلال عن أمريكا هاي اللغة التي تميز بها شارل دي جول والتي صنع بها مجد فرنسا وصنع بها مكانة لأوروبا السياسية في هذا التوقيت أوروبا فك وتركيب ما حدا بيعرف شو بده يصير فيها إذا انهار الجدار الأوكراني شو رح يصير مين رح يقاتل ولا حدا ولا حدا وبالتالي رح تبلش تداعيات وطبعا روسيا ليست لها أطماع ما يكذبوا على الأوروبيين حتى أوكرانيا ما رح تفوت على كامل الجغرافية الأوكرانية حتى لو انهارت وخطحت أمامها أبواب التقدم هاي مش الحارة العالمية التانية والدبابات الروسية واصلة على برلين هاي معادلة بالنسبة لروسيا يكفي تداعيات الردع الذي تمثله حالة الانهيار الأوكراني والتخلي الأمريكي عدوا على الطاولة لا نحكي والنخب الأوروبية التي لا تنقصها لا وطنية ولا شعبية ولا تفكير بالمستقبل ستقفز إلى السلطة يعني هؤل الديكورات خلاص انتهى زمانهم بأوروبا فنحن عشية تحبولات عالمية كبرى ما فينا نواجهها نحن عم نقرأ مشاكل المنطقة بعقل قمة المنامة يعني أنه قمة المنامة طيب أنه الدعوة لوقف إطلاق نار فوري مين رد عليكم مين عظيم تطور الموقف هلأ صار بدنا قوات حفظ السلام اللي لازم من زمان من قمة بيروت كان لازم تنحط على مطالب القمة العربية أنه طالما هاي أرض محتلة نشرون فيها قوات حفظ السلام طيب بس هلأ انت عم تناشد مين قمة عربية إذا ما قالت هذا الجوهري كله يعني إذا لم تقلوا القمة العربية أين المشكلة المشكلة عند أمريكا مين اللي عم يستعمل فيتو بمجلس الأمن لا يمنع أي قرارات مش بتكون قرار على الفصل السابع وجدول زمني لقيام الدولة الفلسطينية كما في قرارات القمة طيب مين اللي رح يمنعه أمريكا إذا حدا إجا بكرة أدام قال بدنا قرار أصلا عضوية فلسطين مين منعه أمريكا طيب رح تسمح لكم بقرار على الفصل السابع رح تسمح بقوات حفظ سلام رغما عن أنا في إسرائيل هي معبر رفح مش مستعدة تفتحوا أمريكا ولو شاءت أصلا ما سكر هي عم تعمل رصيف بحري لحتى تراضي عيون إسرائيل إنه بدكن سكر ورفح خليه مسكر ومنطلع لنا كم بيان خزؤونه وكبونه بسلتز بالي لكن القرار لكم طيب هاي الأمريكا اللي إجت بالوقائع عم بتقلكن أنتو العرب كلكم أنتو ونفطكن وأموالكن اللي بمصارفنا والبيئة الاستراتيجية التي تمثلونها للمصالح الأمريكية قواعدنا عندكن ومصالحنا عندكن ولقمة عايشنا عندكن وأموالنا اللي منوظفهم على أجهزة مخابرات العالم ناخدها منكم من الصناديق السوداء ونحقها الحكومات العربية الغنية والقادرة على التصرف بثرواتها أنتو بالنسبة لنا ولا شيء يوم استنجدتم بنا بعد حادثة أرامكو ب2019 مذكورة ومكتوبة كاتبة توماس فريدمان بالتفصيل بنيويورك تايمز كيف اتصل قادة وحكام الخليج برئيس ترامب ترامب مش بايدن اللي هلا الناس يفكرين بكرة بيخلص بايدن بيجي ترامب يا ويلكم ما كان ترامب شو قال ترامب بيقول توماس فريدمان أنه بطريقة كاريكاتورية قيل لهم أن الرئيس ترامب منشغل الآن لأنه يبحث عن رقم الرئيس الروحاني ليقول له دولتي لا تريد حربا يعني معنى الحديث أنه تخلي عن دول الخليج فبيقول هو الآن كل شيء هنا يقول إعادة حساب إعادة حساب إعادة حساب لأن أمريكا لا تحمي أمريكا ليست دولة موثوقة طيب هي تحمي جابت كل أساطيلها وحاملاتها وطلعت طائراتها بالأجواء العربية لتصد الطائرات المسيرة الإيرانية عن إسرائيل ولتتصدى للصواريخ نجحت فشلت هذا موضوع تاني بس عم نقول أنه تحمي طلعت بتحمي هياها السفن والطائرات العملاقة المحملة بالدخائر والأسلحة جسر لا يتوقف لا بحرا ولا جوا عن إسرائيل وكلام واضح عم تآتل بالبحر الأحمر من أجل إسرائيل من أجل مين عم تآتل يعني هما كان يكفي أن تقول كلاما كالذي قاله حكام السعودي ووزير خارجيته وإذا الكلام صحيح أنه لما قاله الأمريكي شرفوا نضموا إلى حلف حارس الإزدهار قالوا له المشكلة في غزة وقف إطلاق النار في غزة هو الحل وليس عسكرة البحر الأحمر طيب فإذا في وقائع تقول أنها أمريكا مع إسرائيل أمريكا ما سائل عن العرب أمريكا سائل عن إسرائيل وحتى بدت جند العرب راح بلينكين لي أنع القيادة السعودية أن نعطونا التطبيع مع إسرائيل هلأ بركي منغري فيها نتنياهو بل يوقف الحرب على غزة طيب إذا أنتم صادقين في قمة المنامة بهذه المطالب فيكن تخبرونا شؤال التنفيذها بظل هذا الموقف الأمريكي في آل التنفيذ وحده أم تضعوا في الميزان في كف هذه القرارات وفي كف العلاقات الأمريكية العربية وتقولوا لأمريكا عليك أن تختاري واضح؟ يعني مثل ما كنا نقول له لأردوغان لا تضحك علينا وتقلنا أنه بدي أقطع علاقات تجارية وبيدي وقف تصدير بضائع وبيدي أعمل وبيدي يسوي سكر السفارة سكر السفارة بدك تصعد أكثر بوجه إسرائيل روح على الشام الجبهة المتصلة هي سوريا أقول أقفل مشكلتي مع سوريا وأنا سأنسحب من سوريا وأنا وسوريا حلفاء في مواجهة هذا العدو المشترك هلأت بده ما بده أكثر منه وريح محور المقاومة من هاي العصابات التي تضرب الآن بالكنف والعباءة التركية حتى لو مش بأوامر تركية اللي عم تعمل اشتباكات واللي عم تعمل غارات واللي عم تعمل استهدافات بشو مستأوي مستأوي بالمظلة التركية لأنها تحمي المناطق التي تشكل قواعد ارتكازها وبالتالي نفس الشيء منقول لقمة المنامة إذا كنتم صادقين فيما تقولونه من الحرص على وقف النار ووقف الحصار وفتح المعابر وتأمين دولة فلسطينية وقوات حفظ السلام وجدول زمني وفصل سابع كل هذا العقد في أمريكا والعقدة الأمريكية بتكون تقولونها بوضوح أنه نحن أدنى ما حدا أدم لأمريكا ونحن لمدمين أرضنا قواعد أمريكية طلعتوا طياراتكم منها لتحموا إسرائيل بس ما طلعتوها لتحمونا نحن اللي نفطنا منعطيكم أنتم شركاتكم عم بتديروا شركاتكم ببلادنا عم تستثمر بالسلع الاستهلاكية طيب إذا إسرائيل هي كل الدنيا حطوا قواعدكم عندها وحطوا شركاتكم عندها وخدوا نفط من عندها وتركونا سيبونا يا أخي يعني هل يوجد مثل هذا النفس له أفق في الوضع العربي فإذا ما له أفق في الوضع العربي نحن يعني معناتها الوضع العربي دون مستوى الوضع العربي الرسمي وهذا بيفسر اليوم قداش عدد الناس اللي كانوا عم بيتابعوا قمة المنامة أي حاكم عربي جدي وصادق مع نفسه لازم يسأل حاله هالسؤال أنه هلأ إذا طلع بيان القمة العربية قاله الساعة الثامنة سيذاع بيان القمة العربية والساعة الثامنة سيطل أبو عبيدة وين بتروح الناس تحضار بتروح عند أبو عبيدة أو الساعة الثامنة مؤتمر صحفي للعميد يحيى سريع أو الساعة الثامنة إطلالة لسماحة السيد حسن نصر الله أي حدث من هول عن مين عم نحكي عم نحكي عن العرب الفقراء الضعاف المجموعات الصغيرة غزة يا حرام المحاصرة المقتولة المذبوحة المجوعة جنوب لبنان الفقير المنسي المهمل المهمش المدمرة بعض بيوته الآن والمهجر بعض أهله الآن اليمن اللي 8 سنين لن نعكم و الله عرب هول لا هول انتداد إيراني طيب رحتوا صلحتوا إيران ما أنايته المشكل في اليمن يعني أين أنتم أيها العرب الفاعلون الآن الذين لا نريد لكم إلا كل الخير و نريد أن تكونوا أنتم قادة الساحة شو اللي مهمشكم ما بتطرحوا السؤال على أنفسكم حتى ببلادكم الآن من تتابع الناس خبر القمة و الله بيانات أبو عبيدة لماذا انتقلت انتقلت مثل ما قال الإمام الخامناء قال انتقل ثقل العالم من الغرب إلى الشرق أنه الآن من يصنع المستقبل الاقتصادي والسياسي والعسكري صين روسيا إيران قوى المقامة ما عدد أمريكا ولا عدد دول الغرب والآن من يصنع القرار العربي أليس مفاجئا هذا يعني احنا قضينا سنين ونسبع نقاشات أنه الوحدة العربية طريق من أجل فلسطين وأنه التضامن العربي هو اللي بيعمل توازن استراتيجي مع إسرائيل كله طلع ففاش كله طلع لعمل توازن استراتيجي وتفوق استراتيجي على إسرائيل هي هذه الأقليات العربية الفقيرة والمجوعة والمحاصرة واللي حتى ببلادها منقسم الرأي حولها بغزة نازل السلطة الفلسطينية تجريح بضهر عماس وبلبنان شرائح على يعني مثل ما بقولوا على مد العين والنظر في التنكيل بحزب الله ومواقفه وباليمن جماعة عدن وغيرها بتطلع الحكومة بين هلالين يعني اللي معتبري حالة شرعية بقوة الدعم العربي لا تقول أنه المطلوب اجتثاث الحوثيين يعني حتى رايحة أبعد من الأمريكان فأنه هذا هو الوضع هذا الوضع العربي نحن في هذا الوضع ترجمة نانسي قنقر